عداز فنية كتير كده حصلة وتحتاج تحليل فني اكتر من انه يبقى قبر انت تعرضه يعني مثلا بتعرف النهارده ان الفنان محمد رمضان بيحتفل بان قناته على اليوتيوب تجاوز عدد مشاهدية اتنين ونص مليار انت بتخيل الرقم؟ في نفس الوقت اللي احلى او في البعض في الاعلام او غيره المواطنين بيكتبوه ضده مثلا وعملين اه على تويتر او ترند قاطعه محمد رمضان في الوقت اللي انت بتنتقد فيه كرأي عام في مجمله يعني اغاني المهرجانات يطلع حسن شاكوش يقصر الدنيا ويبقى رقم اتنين في العالم في منصة الساوند كلاون عمر جياب اللي غاب غاب وفجر كومبيلا بالبومه الاخير ثم كان رحيل نجمة الخمسينات والستينات ناديا لطفي وهو رحيل جيل كامل اثر السينما العربية وللأسف ظن الزمان علينا بان يكرر هذه الحالة كل الاسئلة دي والمحاور دي هيبقى حواري معظيفي الكريم النهاردة الناقض الفني الكبير الاستاذ طاري الشنوي اهلا بيك اهلا بيك من هني نسعى اولا بعيد الحب لو اتهني الزمالك اللي غالب التراقي ولا انت ملاكش في الكرة ولا اهلاوي لا انا اهلاوي بس بهني الزمالك لانه كان بيمس المصر بيمس المصر مزبوط وانت جاي النهاردة في عيد الحب بس مش لابس حاجة حمرة شوف انا لابس ايه انت كنت ماشي صح اه يعني ماشي طب كنت نبيتني بالتليفون انت ايه ما زبطتش للي يا ما زبطتش كنت قلتني طيب بس سنة سنة حكاية اتنين مليار ونص دي طبعا يعني بالمنطق زو كن ال احنا كلنا كبشر سبع مليار مليار سبع مليار سبع مليار يبا زيه هو اتنين ونص مليار انت العالم بيشوف اطلع بقى كذبه طب انت ايه رأيك سيبك من الارقام بس انت امام اه حد بيمثل ظاهرة لا لا حلما لك هو مش مطرب لا لا رمضان اكتر واحد من جيله والاجالة اللي بعده طبعا قاري صح سوشال ميديا يعلم كيف يخاطب سوشال ميديا يعني اللي قبل كده النجوم اللي قبل كده يعني جيلي سقه وعز وهم اكبر منه داخلين على الخمسين ما بيعرفوش يخاطب سوشال ميديا زيه هو استاذ فعشان كده هو اشتر واحد في جيله عارف هذا الجمهور وهذا القانون لان كل حاجة لها قانون كل حاجة لها قانون طبعا واحد بيكتب في الصحافة حاجة وانت قدام الكاميرا حاجة وانت على سوشال ميديا حاجة وهكذا هو فاهم قانونه سوشال ميديا المفاجأة الطرفة الافشة الام ان انا وحيد الوحيد انت بسنفه ايه هو ممثل ولا مطرب لا هو نفس عارف انه مش مطرب بس هو هو ممثل وانا انه مهوب بس اختار نوعيات معينة اخفقت في السينما بس هو لم يخفق كنجم وفي الدراما حتى فيه هبوط في الشعبية بتاعته زكاء وخلاق في حاجتين هو عالي فيهم الفيديو كليب اللي بينزلوا لانه قاري المفردات كويس قويه وبيعمل ايه زي اقربات مش هتلاقي واحد ينزلك من السماء واسد طالع مش دقي مش عالم الاكروبات بس ده عالم الابهار فيه مطلوب فكسب جولة وعوض الخسارة وده ممكن يستمر يعني كل انت عملت طلعلي اسد يعني الوسود خرص وماركة تمسح طبعا فيه لمت زي معهم ما طورش ومفكرش فيما بعد لكن هو بيلعب مع جمهور بيحب الابهار بيدي له ابهار لكن الجزء اللي هو اساسا بدأ منه واللي هو مهوب في التمثيل لو تلاحظ انه اسهمه قلت قوي سواء في السينما قوي في التلفزيون يعني لازم نعترف يعني مش هتقدر المبلغ الضخمة اللي كان لا هم كلهم طبعا نزلوا في الفترة الأخيرة حتى زا كانوا بيجيبوا إرادات نزل نزل طبعا يعني يعني شوف الاسطورة شوف كاما حقا نجاح حد ايه نزل درجة السينما اللي بعدها درجة دي بكلم عن الدراما التلفزيونية السينما نفس الحكاية عبدو موتا شوف كان بود ربيل مسأل بعد كده ما فيش أمثال نازل فهو رجع لي ايه هو مش عارف يختار دلوقتي هو هيقولك ايه موطر إيشتناوي قال لي اشتغل مع مخرجين شريف عرف اه اه يدولك فن طب اوكي عملنا فن جاب فلوس ما جابش مش كده ما جابش الفلوس اللي هو جاب فلوس طبعا تنجح الفيلم اقتصاديا لكن مش دي الفلوس اللي تخلي يبقى نيج اه وعمل حاجة عن الارهابي عن الارهاب والتطرب برضو ما جابتش حاجة فهو يقولك لا مش عمل بقى خضايا حلعب اللعبة في تيمة البلطاجي والصابي اللعبة دي نفسها وقعت عملها ووقعت برضو فلسه محتاج يدور على حاجة تانية يعني هو ماشي في تيمة اللمبي لا هو اه اظن انه وكلمي الزكاء ارجو محدش يفهمها غلط لا اقصد بالزكاء المطلق هو اكثر زكاء في الحتة دي من محمد سعد محمد سعد يعني 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 بيخرج من حفرة لدو حضيرة يعني يجي الشريف عرفة يرميله طوق النجاح في الكنز يروح رامي طوق النجاح اقام الحاجة سم محمد حسين يهبط مرة اخرى لانه في ذهنه حاجة مستحيلة ان يكون بطلا خلاص انتهى محمد رمضان ممكن يهدده صعود نجم يشيله من العرش تامر كروان وطبعا عمل النجاح ضخم كويس ولكن بيظل رمضان عنده ادوات اذا استخدمها صح اذا استخدمها صح يعني اولا حضرتك قبل كده كنت معايا وصفته بالموهوب ادي كاتبه ماي تشانيل ريتشد قناتي على يوتيوب وصلت الى اتنين مليار ربعمية وخمسين مليون حتى لو قلنا انه طبعا اللي بيتكلموا اللغة العربية او يفهموها قول كام ربعمية ربعمية مليون مسلا مسلا مش كده ده دين ونصف مليار قول عشان كابه اقولك طب ازاي يعني بس بقول لا بس ده بيبقى مثبت يا استاذ طارق المشاهدات على اليوتيوب بس انت ممكن تدرب لك مليار من جهة ما عادي يعني انت عدد الوقتي سهل قوي الترندات يعني معاديش طب ترند قاطعه محمد رمضان شايفه ممكن يؤثر على شعبيتي لا 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 بالعكس ده ممكن يلعب دور ايجابي لصرحه وبعدين فكرة انك انت تعمل قاطعه فالناس هتقاطع الناس عندها وجدان لا يزال محمد رمضان لا يزال عليه طلب طبعا لا يزال طبعا يعني الاغانية دي بتنجح ليه ممكن يكون بيبالغ هو في الارقام لكن انا درش انكر عليه نجاحه والاعلانات بتطلبه وبيعمل اعلاناته وبيتقضى اعلى اجر كيف قرأت واقعة الطيار ومحمد رمضان خطأ من الطيار لا شك مرأي يعني انا كنت متعاطف معا بس لما بدت اقرى الوقاعة دولتي هل انا دولتي لو دخلت للستوديو عنوى غزبا عنك يبقى ليك حق لكن لو انت جيت قلتلي طرق تعالي للستوديو وقعد مكاني وبعد كده حد صور حاجة او نشر حاجة بانت انه لا ده كرسي ده انا دفع فيه دم ما انا شفتك اه ايه نظرية اه اه مكاني دي كويس فهو رح وقعد بعد استئزان الكابتن كويس الكابتن بعد كده يقولك ايه اصره نشر انا هنزا اسأل سؤال ما تعرف فيها باسم اسببه القصف العلني كلمة العلنية في الحتة دي لانه الجرح مش انه حد يجتمك طبعا جرح انه حد يجتمك لكن العلن بيخلي الجريمة يعني قوية ومضاعفة لكن هل جريمة انك انت تقعد على عجلة القيادة او حتى مساعد للطيار الرئيسي دي مش جريمة سواء كان فيه علن او مفيش علن اكيد الجريمة هي الجريمة التعاطي جريمة ولا مش جريمة جريمة اذا واحد تعاطف علن او غير علن تفرع لا جريمة ايضا اللي عمله الطيار جريمة فانا باستغرب انه راجل بكل يعني الثقافة دي والسي فيه بتاعته قوية جدا انه مش واخد باله انها جريمة ما اتفقناش انه ينشر قال لي انا حوريها لابني دي جريمة ولا مش جريمة ساب الموضوع كله وقال لك عشر نشر وفاكر انه كده بيكسب جولة لما نفكر فيها لأ انت اخطأت كان نفسي طيب محمد ربادان ما اخطأش انه نشر لو كان مدي للراجل وعد انه مش هينشر يعني ما احنا قلنا ان الجريمة مش في النشر متفق معايا ولا لا بس النشر هو اللي قزت طيار اه مالنشر دعوة بس الجريمة الجريمة تظلي جريمة ولا لا وتظلي تكون عند كلمتك برضو لا بس سيط من عند كلمتك في جريمة ولا لا فيش جريمة في جريمة في جريمة النشر ده موضوع تاني ما عندناش يقين انه اتفق معايا على النشر او عدم النشر اساسا لكن المتأكدين منه ان الجريمة قد وقعت وانه مع كل تعطفي مع الطيار وانا مدرك يعني فداحة الاحساس بعد العمر ده كله ارتكب عارف زي واحد النهار ده يقول ممنوع على طرق الشناوي استخدام قلم ومدى الحياة مثلا برفع دي معناها العقاب قاسي جدا جدا مر جمال عبدالناصر على فكر ابازة منعه من النشر كتب حاجة اغضبت الرئيس بسوف القسوة اضطر يا عيني يروح للرئيس ويكتب ويعتذر عشان يلجع يكتب تاني يعني طبعا انا عارف دي قسوة جدا قسوة بس انا شرحت النهار ده علشان برضو شرحت مبارح بس واجه نظر قلت احنا في وضع عالمي حد هيتربص بيك في حدثة زي كده لقد دره لو حصلت لك اي مشكلة ممكن ان الروسيا مايرجعوش طيرانه مع الحدثة زي كده مزبوط هو خطأ لانه فعلا الطيران مش حاجة خاصة بيك ده حاجة خاصة بالعالم طيران دولي نعود الى الفن